السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات أتشرف بوجودي معكم اليوم سنتحدث عن موضوع حمى البحر الأبيض المتوسط هذه الحمى تصيب عدد كبير من الناس في بلدنا هذه الحمى موجودة في الشعوب التي حوالي البحر الأبيض المتوسط مثل الأرمن، الأطراق، اليهود، العرب، الإيطاليين، اليونانيين، القبرصة كل هذه الشعوب بنسبة واحد شخص مصاب لكل 200 شخص سليم حمى البحر الأبيض المتوسط منتشرة جدا هي فعلا منتشرة بنسبة كبيرة في المناطق وهي عادة بذكور أكثر من الإنس يعني الزكور عددهم مرتين عدد الإنس نحب أن نلفت النظر أن هذه الحمى تكون موجودة عادة من عمر خمس سنين لخمستاشر سنة نكتشفها في هذا السن، لكن يمكن أن تأتي قبل سن الخمس سنين و يمكن أن تأتي بعد سن الخمستاشر سنة يعني يمكن أن نجد ناس عندها حمى البحر الأبيض المتوسط سن 30 سنة، سن 35 سنة، سن 40 سنة لكن طبعا هذه حالات ندرة بالنسبة للناس الزهيط ما هو سبب المرض؟ هذا المرض عبارة عن مرض وراسي مناعي يعني هذا الشخص عنده عيب في الجينات وهذا العيب أو الطفرة الجينية التي تحدث لها صفة متنحية يعني ليس شرط أن الآباء أو الأجداد تكون تعاني من هذا المرض لأن هذا المرض يمكن أن تأتي من الجدود ولكن ليس كل الأجيال تعاني منها هذا المرض نتيجة عيب أو طفرة في جين معين هذا الجين على كروموسوم معين هذا الجين نحن نسميه M.E.F.V وهذا الجين هو الذي يتحكم في بروتين معين اسمه البيرين وهذا البروتين هو الذي يتحكم في السيطرة على الالتهابات عندما يكون هناك خلل في هذا الجين يظهر بروتين معيب يعني البيرين الذي طالع لا يستطيع أن يتحكم في الالتهابات وبالتالي تحدث النوبات المتكررة في هذا المرض بالنسبة لهذا المرض ما هي الأعراض؟ الأعراض هي عبارة عن نوبات متكررة من الألم الشديد عادة تبقى في البطن بنسبة 95% لكن يمكن أن تبقى في الصدر يمكن أن تبقى في القلب يمكن أن تبقى في المفاصل هذه الأعراض تبقى مصحوبة بأعراض تانية غير الألم يعني يمكن أن يكون هذا الشخص عنده ارتفاع في درجة الحرارة هذا الشخص من الألم الشديد لا يستطيع أن يتحرك من الألم في بطنه لو جاه في الصدر يمكن أن يكون ليس قادر أن يأخذ نفسه لو جاه في القلب يشعر المريض بأنه سي موت أو لا يستطيع أن يتحمل هذا الألم و لو جاه في المفاصل المريض لا يستطيع أن يتحرك من وجه المفاصل ممكن أن يأتي في مفصل الكاحل أو مفصل الفغذ أو مفصل الربتين أيضاً ممكن أن يأتي في الخصيتين نحب أن نعرف ما هي الأماكن التي تصيب البطن أو الصدر أو القلب هي تصيب عادة الأخشية المبطنة هذا المرض يصيب الغشاء البريتوني المغطي للأمعاء والغشاء البلوري المغطي للرأة والغشاء الطموري المغطي للألب والغشاء المغطي للخصيتين التي هي تونيكا فاجينال حتى أيضاً ممكن أن يصيب الأخشية السحائية التي تغطي المخ بالنسبة لهذا المرض نحن عرفنا أنه التهاب متكرر عبارة عن نوبات الشخص يعاني منها وفي نفس الوقت تقعد فترات معه ممكن أن تقعد ساعات أو أيام وهي تذهب عادة بالمسكنات وببعض الأحيان تذهب من نفسها بالنسبة لهذا المرض نحب أن نلفت النظر أن الجين الذي يتوارث هذا ممكن أن يكون متجانس وغير متجانس وهذا ما نكتشفه عندما نفعل تشخيص للمرض كيف نشخص حالة المريض؟ أولاً نعرف التاريخ المرضي والتاريخ العائلي نرى الآباء عندهم هذا المرض أو الجدود الأقارب ونفهم بالضبط ما هي الحالة المرضية التي تأتي للمريض نعرف هل المريض عنده نوبات متكررة من هذا المرض أو لا؟ ويأتي أمتى؟ ويأتي أمتى؟ أيضاً من ضمن التشخيص نقوم بعمل تحاليل نجد أن قراط الدم البيضاء عالية نجد أن نجد سرعة الترسيب عالية سرعة الترسيب نجدها عالية ولكن هذه تتشابه مع حالات كثيرة لكن نقوم بعمل الإختبار الجيني يتبين لنا إذا كان هذا الشخص عنده حمى البحر الأبيض المتوسط أو لا؟ وإذا كان من النوع الجين المتجانس أو الجين الغير متجانس لو من المتجانس تقعد فترة طويلة عند الشخص والأعراض تبقى قوية أما الغير متجانس فتقعد فترة قليلة عند الشخص وفي نفس الوقت قوة أو حدة الحالة تبقى قليلة بالنسبة أيضاً نقوم بعمل إختبار اسمه سيرم أميلويت هذا نقوم بعمله كل ست شهور أو كل سنة لكي نقيس مدى التشمع الذي موجود عند هذا الشخص هذا أيضاً اختبار مهم يجب أن نتابع به الحالة وأيضاً نقوم بعمل وظيف كلا للناس التي عندها الحالة على أساس أن نتابع كلا هذا الشخص بالنسبة لعلاج هذا المريض نعطيه كل شيء سين والجرعة من نص قرص يعني من نص ميلي جرام حتى 2 ميلي جرام وبعض الأحيان نزيد عن 2 ميلي جرام الناس المليانين نعطيهم ممكن 6 أقراص يومياً يعني في حدود 3 ميلي جرام هذا الدكتور الذي يحدد الجرعة المناسبة لكل مريض لكن معظم الحالات من نص ميلي جرام إلى 2 ميلي جرام هناك بعض الحالات لا تستجيب للكلشيسين نعطيها في دويين ممتازين نسميها أدوية بيولوجية واحد اسمه أنا كينرا والثاني اسمه كان كينيوماب الاثنين محققين نتائج ممتازة ولكن غاليين قليلاً كم نسبة الحالات التي يفشل فيها الكلشيسين؟ حوالي 5% نلاحظ أن الكلشيسين يجب نتائج ممتازة مع 65% يقلل حدة الألم وفي نفس الوقت يقلل الفترات النوبات ويقلل التشمع 35% أو 30% من هذه الحالات يأتي لهم الأعراض على خفيف 5% لا يتحسنون على الكلشيسين ونضطر أن نضع الأدوية البيولوجية بالنسبة لهذا المرض مع الأسف الشديد من صعوبة التشخيص لأنه ساعات يأتي في الأطفال الصغيرين أقل من 5 سنين وبعض الأحيان لأن الأطباء يتلخبطون فيه ويمكن أن يعمل عمليات مثل مثل التهاب الزايدة ويشيل الزايدة أو التهاب المرارة وينشيل المرارة وهو المريض لا يوجد حمى البحر الأبيض المتوسط بعض الأحيان أيضا السيدات يبقوا حوامل هل نستمر على الكلشيسين؟ أيضا نستمر على الكلشيسين وهذا طبعا مطروق لمتابعة الطبيب وهو الذي يقرر إمتى يستمر وإمتى يتوقف بعض الأحيان الكلشيسين يعمل أعصار جانبية مثل مغس وإسهال في هذه الحالة نوقف الكلشيسين ونبدأ ندهوله للمريض مرة أخرى بالتدريج بالنسبة هناك بعض الأدوية ممنوعة أن نعطيها لهذا المريض مثل الدلتيازم مثل الإيريسروميسين مثل الكيتوكينازول هذه الأدوية يعني هذا الكيتوكينازول يعالج الفطريات هذا الإيريسروميسين مضاد حاوي هذا الدلتيازم مرض للضغط طبعا الدكتور يبقى واخد باله وليس يضع هذه الأدوية في حالات الحمى البحر الأبيض المتواصل أيضا الجريفروت ليس من المستحب أن نشربه مع حمى البحر الأبيض المتوسط نلاحظ أيضا أن هذا المريض في بعض الأحيان التشمع الذي يحدث لو لم نأخذ الكولشيسين هذا يمكن أن يؤثر على الكبد ويؤثر على الكلا ويعمل فشل كلوي وهي من المضاعفات يمكن أن يؤثر على القلب ويعمل هبوط في عضلة القلب فلازم أن نستمر على الكولشيسين مدى الحياة لأن هذا يقلل التشمع والمضاعفات المرض النقطة الثانية التي أحب ألفة النظر لها يجب أن نراعي أن هذا المريض يحتاج دعم نفسي لأنه عندما يكون طالب لا يستطيع أن يذهب المدرسة بانتظام أو عندما يكون موظف أو عامل لا يستطيع أن يذهب بانتظام وبالتالي واجب أن نعمل دعم نفسي لهؤلاء أيضا أرجو أن تكونوا استفدتوا من الفيديو أشكركم جزيلا الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته